خدمات القلب وجراحات القلب وعلاج أمراض شرايين القلب ده كان من ضمن أولويات هيئة الهيئة العامة للعياة الصحية منذ انطلاق المنظومة حيث أن أمراض شرايين القلب هي اللي بتمثل المسبب الأول للوفاء عالميا طبقا لتقارير منظمات الصحة العالمية وبالتالي نبدأ أن مريض القلب ده نبدأ أن نقدم له الخدمة من أول السكرينينج ومن أول التشخيص والإنفستيجيشن ونبدأ أن نكون لجان قلب تتعامل مع المريض ده ونختار له اتجاه العلاج ووسيلة العلاج المحدثة عالميا طبقا لبروتوكولات العلاج وزات جودة عالية بالضبط كأن المريض ده يتلقى الخدمة في أكبر سنتر في أوروبا أو أمريكا ده كان الفيجن والميشن والرؤية بتاعة الهيئة العامة للعياة الصحية أننا مفيش مريض محتاج جراحة قلب يستنى أو يسافر ياخد دور في قيمة انتظار في مكان خارج المحافظة انطلقنا من هنا من بورسعيد قضينا على قوائم الانتظار في أول ست شهور جراحات قلب كبار جراحات قلب أطفال كان الهدف الرئيسي في تخصص عالي الدقة زي تخصص القلب واجراحات القلب أن تقدم بجودة عالمية